اشتركوا في القناة ثلاثة قتلى وثلاثة جرح اثنان منهم في حال الخطر باطلاق نار في باريس والشرطة تعتقل المنفذ اصابة عشرات الفلسطينيين باعتداءة الاحتلال في جبل صبيح وبيتها في نابلس وجرح ثلاثة من عناصر شرطة الاحتلال بينهم ضابط بعملية دهس في كفرقاس القيادة المركزية الامريكية تعلن السعي الى تطوير التكنولوجيا لمواجهة المسيرات الايرانية والاعلام الامريكي يحذر انقاذ الاتفاق النووي يجنب العالم سيناريو خطرا الكريملين يتهم واشنطن باعتماد سياسة استفزازية واستعمارية والخارجيات الروسية تؤكد ان لا تفاوض حول الضمانات الامنية من دون وقف ضخ السلاح والاعتراف بواقع الارض المعارضة الفنزويلية تنهي ما يسمى الحكومة المؤقتة بعد اربع سنوات من تشكيلها وقويدو يقول ان مدورو هو الفائز الوحيد وفي الظاهرة ايضا موجزون اقتصادي مع الزميل عبدالله داهر مرحبا عبدالله مرحبا يا راميا في اقتصاد الظاهرة لليوم روسيا تلوح بحظر امدادات النفط عن الدول التي تمتثل لصقف الاسعار وكينيا تعلن استعدادها لاستخدام نظام الدفع مير الروسي هذه العنوين السياسية والاقتصادية والرياضية نتابعها في هذه الظاهرة نبدأ من الهجوم الذي شهدته باريس بعد ظهر اليوم اذا فقد ارتفع قبل قليل عدد قتل عملية اطلاق النار في باريس الى ثلاثة فيما اصيب ثلاثة اخرون بجروح وفق وسائل علام فرنسية الشرطة اعتقلت رجلا يشتبه في تنفيذه العملية في الدائرة العاشرة وسط العاصمة ودعت المواطنين الى تجنب المنطقة حيث جرى اطلاق النار وفارضت اجراءات امنية واسعة من العاصمة الفرنسية باريس ينضم الينا الخبير بالجغرافية السياسية في اكاديمية العنوم السياسية في باريس السيد عماد الدين حمروني مرحبا بكم هل اتضحت صورة وتفاصيل ما جرى وحتى الخلفيات والدوافع تحية لكم وإلى كل المشاهدين ما زالت التحقيقات نحن في اول التحقيقات تقريبا ما نعرفه الآن ان هناك ثلاثة قتلة وممكن ان يكون الرابع في الطريق وهناك ثلاثة جرحة ومنهم المعتدي حسب المعلومات الاولية بان الشخص المعتدي عرف بانه يحمل افكار عنصرية وتعرض منذ سنة سائتة الى مركز ايواء للمهاجرين وحكمة ولا نعرف كيف خرج من السجن ثم ان في سنة 2016 ايضا قام بعملية اجرامية ضد مركز للمهاجرين فالواضح الى حد هذه الساعة ان العملية هي عملية اجرامية قام بها فرنسي تقريبا في حدود 69 سنة معروف عن بعماله العنصرية ولكن ما زالت هناك ايضا بعض التحقيقات على امكانية هل يكون ايضا عمل ارهابي عن طريق اليمين المتطرف الفرنسي ونحن نتابع ايضا كنا صور يعني جهاز مكافحة الجرائم هو ما يقوم الآن بمتابعة حيثيات وفي مسرح ايضا العملية وهذا يدلل كما اشارت الخلفية التي توضع حتى الآن على انها خلفية جرمية وليست ارهابية لكن ذلك ايضا ينعش ذاكرة الفرنسيين في السنوات الماضية حيث تعرضوا لجملة من العمليات لسيما في عام 2015 و2016 هل التوقيت والمكان اي دلالة سيد الحمروني نعم في الحقيقة يعني العملية وقعت في قلب باريس في شارع يعني وفي توقيت يعني يكون فيه هناك اعداد كبيرة من الناس الهجوم وقع قرب مركز للاكراد وقع الهجوم قرب هذا المركز وبجانبه كان هناك مطعم وحلاق وبالتالي نرى العدد كبير في العدد الضحايا ولكن البحث الآن كيف تحقل الشخص على المسدس ويقال بأن كان يملك الكثير من الطلقات يعني كان من الممكن أن تكون العدد مرتفع أكثر مما عليه الآن فالعملية عملية كبيرة عملية ضخمة ولكن تدخل في سياح يعني عملية إجرامية عنصرية للأسف يعني هذه الأعمال العنصرية ربما ستكون أكثر فأكثر في المستقبل المتوسط والقريب لأن أعمال العنف للأسف بدأت تكثر وخصوصا يعني الإعلام المعادي والإعلام العنصري يعني يؤدي إلى مثل هذه الأعمال التي نشاهدها اليوم في باريس ووقع الضحايا لا نعرف يعني من هم الضحايا ولكن بالتحديد أن هذه العملية هي عملية إجرامية وقحة الآن البحث هل هناك من هم وراء هذا الشخص هل هناك تنظيم يميني متطرف وراء هذه العملية هذا ما سيقوله البحث خلال الساعة القادمة الموقع كما أشرت خصوصا أن أتحدث عن يعني في الجدة العاشرة في أو الدائرة العاشرة في باريس وفي المنطقة تحديدا يعني تعتبر منطقة مختلطة تعبر عن فرنسا المختلطة في إثنياتها المتعددة وهذا وقفنا عنده في الدلالة لكنك عندما تقول إذا ما كان تبين في ارتباط مع تنظيم يميني متطرف هذا يدفعنا للتداعيات أو عملية الاستخدام الصحة التعبير السياسي لا سيما بعد الانتخابات الأخيرة وتقدم اليمين في الحضور السياسي والبرلمان في فرنسا هل يمكن الاستطمار أو الاستخدام في مثل ذلك لا سيما أن فرنسا مقبلة على استخدامات انتخابية مهمة نعم بالتأكيد ولكن حتى من الناحية الجنائية ومن ناحية التحقيقات كيف لشخص في عمر 69 سنة ما زال كان قابعة في السجون ثم يخرج ويتحصل على هذا المسدس وهذه الطلقات ويقوم بهذه العملية فالبحث سيكون هذا الشخص يعمل من تلقاء نفسه أو ذمن التنظيم والتنظيمات الجديدة التنظيمات الجميل المتطرف التي نراها ظاهرة العيان في فرنسا وفي إيطاليا وفي ألمانيا وفي بريطانيا والآن تمر إلى عمليات إجرامية هذا الجديد يعني الجديد أن هناك تنظيمات فاعلة من اليمين المتطرف لأن اليمين المتطرف الذي عهدناه أصبح يمينا مقبولا فأصبح يمين اليمين اليمين الآن فهذه الأعمال العنف تدل أن هناك أزمة حقيقية سياسية وهناك يعني استدام ربما يكون بالعنف وبالسلاح بين التنظيمات الإرهابية اليمينية مع المواجرين أو الأماكن التي يتواجد بها المواجرون سبقى في المتابعة تفاصيل وربما حيثيات هذا الحادث أو هذه العملية دكتور عماد الدين الحمروني الخبير بالجغرافة السياسية في أكاديمية العلوم السياسية في باريس شكرا جزيلا لك إلى فلسطين المحتلة حيث أصيب نحو 33 فلسطينيا بالاختناق من جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز على متظاهرين فلسطينيين في جبل الصديح وأصرين في نابلس كما عتدت قوات الاحتلال على شبان فلسطينيين في قرية بيدجن شرق نابلس حيث عمد الاحتلال إلى إطلاق قنابل الغاز نحو مركبة إسعاف وفي أردنا المحتلة عام 48 عززت قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية عقب قيام شاب فلسطيني بعملية في بلدة كفرقاسم في الداخل الفلسطيني المحتل وقد استشهد الشاب الفلسطيني إثر تنفيذه عملية إطلاق نار ودهس وأعلنت شرطة الاحتلال في بيان أوث أن ثلاثة من عناصرها بينهم ضابط أصيبوا بجروح وذكر شهود أن قوات الاحتلال مشرت العشرات من عناصرها وأرسلت تعزيزات الأمنية إلى المنطقة في هذه الأثناء برز ما نشره الإعلام الإسرائيلي للمرة الأولى عن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف ذن يمين نتنياهو بأنه تعاهد لرئيس حزب الصهيونية الدينية بفرض ما سمي السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وضمها وقد نقلت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية عن نتنياهو دعوته إلى قونانة المستوطنات غير الشرعية في الضفة في غضون ستين يوما من أداء حكومته المقبلة اليمين الدستورية وأنه وافق على نقل السلطة من الإدارة المدنية إلى الوزارات التنفيذية في المنطقة جيم في الضفة الغربية وذلك في خطوة تعتبر ضما فعليا للضفة يأتي ذلك فيما تصاعدت وطيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية في محاولة من الاحتلال لتنفيذ سياسة الضم بفرض الأمر الواقع وآخر القرارات فعلا كان مصادرة ما يقارب من أربعة آلاف دنم من أراضي قرية عقربة جنوب شرق نابلس نسري سلمي والتفاصيل هناك إلى الشرق من نابلس وصولا إلى حدود الأردن تمتد أراضي قرية عقربة جنوب شرق المدينة لكن أصحابها محرومون منها ومن زراعتها بعدما أعلنت إسرائيل عن مصادرة ثلاثة آلاف واربعمائة واثنين وتسعين دنما لأغراض الاستيطان القرار لم يكن مفاجئا لأصحاب الأرض الذين أكدوا أن ما يمتلكونه هناك أكبر بكثير لكن إسرائيل حرمتهم من أراضيهم منذ احتلالها الضفة الغربية عام سبعة وستين مصادرة أرض انتزاع ملكية يعني عندما تنتزع ملكية من إنسان بطل يصير له حق فيها مع العلم أنه لو كانت هاي الأرض للناس كل واحد في الأيام هاي نحن اليوم في عصر التقدم نروح بزراع كطرته وبيستثمرها أراضي عقربة المصادرة جاءت كجزء من مخطط إسرائيل للاستلاء على أراضي غور الأردن وتهويدها ولسيما الأغوار الوسطى والشمالية حيث أقامت عشرات المستوطنات الزراعية هناك وقواعد عسكرية وعمدت إلى تهجير الفرسطينيين من المنطقة أخشى ما أخشى أن يكون في سبيل إقامة مستوطنة للطابع سياحي لأن منطقة القرن هي تعتبر المنطقة أو جبل سرطبة يعتبر هو الجبل الأعلى في الأغوار الوسطى وفي الفترة الأخيرة خلال سنتين أو ثلاث الماضية داب الاحتلال إلى تنظيم مسارات سياحية لمستوطنيه وبحسب خبراء فإن وطيرة الاستطان في الضفة الغربية ارتفعت هذا العام بنسبة 26% فقد صادرت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول منه ما يزيد على 22 ألف دنم هجوم بشكل متواصل يتم على التجمعات في منطق الأغوار فبالتالي هناك حوالي 62% مساحة الضفة الغربية اليوم معرضة للضم والتهجير ولتعزز الاستيطان فيها والبنى التحتية هناك الآن مشاريع بنى تحتية هائلة على الأرض يتم العمل عليها وبحسب المخططات الإسرائيلية فإن العمل جارن لتوتيع مستوطنات الضفة وربطها ببعضها البعض من خلال شبكة طرق واسعة ستصادر هي الأخرى آلاف الدنمات من أراضي الفلسطينيين ضم الضفة الغربية هو مشروع إسرائيل الكبير الذي تسعى إلى تنفيذه من خلال توسيع المستوطنات ومصادرة الأرض وتحويل المدن الفلسطينية إلى تجمعات لا تستطيع التطور أو التوسع نسل سلمي من أمام مستوطنة بساقوت المقامة على أراضي مدينة البيري الميادين وزارة الخارجية الفلسطينية طالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بربط العلاقة مع حكومة نتنياهو بمدى التزامها بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة لما يريده الإعلام العبري بشأن اتفاقية نتنياهو مع شركائه المتطرفين ولسيما تسهيل عمليات ضم أجزاء واسعة من الضفة وحذرت من مخاطر تنفيذ تلك الاتفاقات والتعهدات على صحة الصراع والمنطقة برمتها ولسيما تبعات تغيير الواقع القائم في القدس ومقدساتها كذلك وافق نتنياهو على الدفع قدما بقانون إعدام الأسرة الذي تقدم به عضو الكنيسة إتمار بنكفير وبحسب موقع القناة الثالثة عشرة الإسرائيلي فأن بنكفير نجح في أن يدخل إلى الاتفاق الاعتلافي تعديلا على قانون العقوبات وفيه سيكون بالإمكان الحكم بالإعدام في جريمة القتل العمد في عمل إرهابي على حد تعبير الموقع ينضم إلينا من رامالله رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرة والمحررين أمين شمان مرحبا بك سيد شمان إذن كيف تقرأون هذه الخطوة على المستوى المستوى الحركة الأسيرة تحديدا يعني أولا هذه خطوة عنصرية بانتياز هذه قوانين عنصرية بخارفة لكل العرب والقوانين الدولية وهي التي تدفع قدما بتشريع عملية قتل الأسرة الفلسطينيين وأعدامهم هؤلاء أسرة من أجل الحرية هؤلاء مقاتلون من أجل الحرية والاستكلال إسرائيل من تحتل الأرض الفلسطينية إسرائيل وجيشها من يستبيح الدماء الفلسطينية فضاح مساء في كافة المحافظات الفلسطينية فعندما يمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بن يمين نتنياهو مساء الخميس يتمار ابن غفير يعطيه الدول الأخضر بشأن قانون عقوبة الأدام ويوافق نتنياهو ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة ويخضع للاتزام من قبل هذه الأحزاب الدينية المتطرفة حيث يسمح لابن غفير بالترويج بصالح إقرار قانون عقوبة الأدام المؤسدين العمليات رغم المعارضة لدى المنظومة الأمنية خشية تزيادة العمليات وخصف الجنود في مختلف المناطق الفلسطينية بالغفير فيشغل منطب القائم بأعمال لجنة المزارية لشؤون المزارية بالإضافة إلى تعيينه وزيرا للأمن الوطني وبذلك يكون مسؤولا عن مصلحة السجون الإسرائيلية الأمر لن يتعلق فقط بقانون الإعدام وإنما يتعلق بالعلاقة المستقبلية مع الحركة الأثيرة الفلسطينية داخل السجون الإسرائيلية نحن ممكنون على تصعيد غير مسبوك في هذه الأولاقة سيصدر مزيد من القوانين الجائلة والعنصرية عبر الكنيسة الإسرائيلية والتصميط عليها بالكراءتين الأولى الثانية والثالثة بحاق بناء الحركة الأثيرة داخل السجون الإسرائيلية وأيضا فيما يتعلق بالمنظومة الأمنية في التعاطي والتعامل مع أبناء المحافظات الفلسطينية في أبضلسة الغربية وفي قطاع غزة وغير ذلك من الكوانين التي تعطي الأخضر لقطعان المستوطنين ببداية ألف الأحيانات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المرحلة المقبلة هي علاقة مع حكومة متطرفة وهي الأكثر تطرفة في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وهنا يأتي دور المستمع الدولي وهناك مطالبة فلسطينية بضرورة أن يكون هناك موقفا أوروبيا من هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي ستلقي بظلالها بالترجمة العملية فوق الميدان في التعاطي والتعامل مع الفلسطينيين سواء داخل الستون أم خارجها وهذا ينظر بالتجار الوضع الوشيط في الأسابيع والأشهر القادمة لأن أقدم ابن غافير وحكومة نتنياه اتخاذ أي إجراءات بحركة الأسرة الفلسطينية وبحق ببناء الشعب الفلسطيني وهنا يكمن السؤال سيد شومان حول القرار أو الموقف المرتقب من الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال هل من تصعيد مرتقب إذا هذا القانون قانون العقوبات المنوي تنفيذه إسرائيليا وبالتالي أي دور لفصائل المقاومة انتلاقا من موقع الأسرى في هذه العملية يعني الأسرى استبقوا هذا التشكيل لهذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية المتعاكبة بأن أصدروا بيانا صادرة عن أجنة الطوارع العليا داخل السجون الإسرائيلية والأسرى جاهزون للرد على أي تصعيد من كبه المتفير والحكومة المتطرفة في الأيام والأسابيع القادمة وهم يدركون أن انتجار الأوضاع داخل السجون فيؤدي إلى انتجار شامل للأوضاع الأمنية في مختلف المخابضات الفلسطينية لأن الشعب الفلسطيني لن يسمح بالمساعد في الحركة الأسيرة داخل هذه السجون وخاصة كما قلت بداية أنه لا أسرع من أجل الحرية والاستقلال وليسوا إرهابيون ولن نسمح بأن ينعتوا بالإرهابيين وبأنهم يقتلون مدنين إسرائيلين كما تقول إسرائيل نحن من بداية هذا العام ومدعنا أكثر من مائتي وخمسة وعشرين شهيدا بفعل عمليات الختل والمستوطنين والإعدامات الميتانية المتواصلة في مختلف المخافضات الفلسطينية على أيدي جيش الاحتلال والمخافضات الخاصة والمستعردين وكذلك قطعان المستوطنين أيضا الذين يطلقون الرصاص على المواطنين الفلسطينيين ويمنعون من الوصول إلى أراضيهم ويمنعون الفلسطينيين من الرعي في منطقة الأغوار ويشتولون على التلال ويبنون عليها البؤر الرعوية والاستطاع شكرا لك سيد أمين شمان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرة والمحررين كنت معنا من رام الله وفي سياق نفسه نقل أو نقل الأسيران الأردينيين رأفة ونظم العسعوس اللذان أطلقت قواته الاحتلال سراحهما أمس بعد عشرين عاما إذن نقل معاناة الأسرة في سجون الاحتلال ودع الأسيران خلال احتفال أهالي بلدة بورين شمل الضفة الغربية بتحرورهما إلى فتح انتهاكات الاحتلال في السجون والعمل على إنقاذ الأسرة وإطلاق سراحهم بخصوص الأسرة اللي تركناهم خلفنا اللي بعانوا واللي بمروا في ظروف قاسي وصعبة واللي بنتمنى من الجميع ومن شعبنا وحصائلنا وقيادتنا إنها تبدأ الجهد أكبر في هذا الملف الأسرة بيطالبوا بالحرية وبيطالبوا بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وبيطالبوا من كافة المؤسسات والجهات المسؤولة والقيادة الفلسطينية العمل من أجل إطلاق سراحي والعمل على فضح الانتهاكات التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال ضدهم على خط آخر كشفت صحيفة يدي عوت أحرانوت عن وجود اتصالات سرية بين نتنياهو والسعوديين على محور الرياض وعشنطن وتل أبيل وضافت الصحيفة في صفحتها الأولى أن الهدف من هذه الاتصالات هو إعداد الأرضية لاتفاق بينهما وبناء تعاون استراتيجي ضد إيران لفتت إلى أن جدول عمل المحادثات يشمل تطبيعا لا يتضمن تعهدا بتقدم في الموضوع الفلسطيني مشيرة إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يبدو استعدادا كبيرا ومشروطا للمفاوضات يشمل تسوية العلاقة مع إدارة بايدن ورفع منع بيع أسلحة متقدمة للسعودية وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات انضمت إلى اتفاقيات أبرهام بعد حصولها على ضوء أخضر من السعودية هذا وأعلنت الإمارات وإسرائيل عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين والتي تشمل إلغاء أو خفض الرسوم الجمهورية على المنتجات هذه الاتفاقية أعلن عنها عقب لقاء جمع وزير الخارجي الإماراتي عبدالله بن زايد وزوجة الرئيس الإسرائيلي ميكيل هيرتوك وهي تنص على خفض الرسوم الجمهورية على 96% من المنتجات وزيادة التجارة غير النفطية بين البلدين وتحفيز الازدهار التجاري بخلق فرص التعاون في قطاعات رئيسية كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي في النافذة على الجيش الإسرائيلي اليوم أظهرت معطيات عرضتها مراكز أبحاث إسرائيلية رسمية أن مستوى ثقة الجمهور الإسرائيلي بجيشه في تآكل مضطرد هذا الأمر دفع خبراء ومعلقين إلى التحذير من خطورة هذا المنحة على المستوى البعيد ولسيما في ظل الانخفاض الحاد الذي سجله بقياسه الثقافة القيمية والأخلاقية في الجيش هاني فحص ثمت اتفاق إسرائيلي جارف على أن الجيش الإسرائيلي هو أحد أهم المؤسسات العامة وأكثرها حظوة بتركزي. مع ذلك فقد أظهرت الأرقام والمعطيات الإحصائية نهاية العام 2021 أن هذه الثقة دخلت في منحن تآكلي مستمر ومقلق أزمة الثقة هذه تتجلى بحسب استطلاع المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بنحو أساسي في النواحي المدنية والإدارية كالإدارة المالية والاقتصادية والتعامل الإداري والمهني والإنساني بين الجنود والقادة وأيضا في مجال المساواة بين الرجال والنساء في الخدمة العسكرية وبحسب الاستطلاع المذكور فإن ثلثة الإسرائيليين فقط يثقون في إدارة الجيش الاقتصادية والمالية وفي مجال المساواة بين الرجال والنساء يمنح 43% من الإسرائيليين علامة جيد بشأن تطبيق المساواة بين الرجال والنساء و25% فقط منهم يعطي جيد أو ممتاز في موضوع العلاقة بين الجنود وقادتهم وتقديم حل لمشاكلهم إضافة إلى ذلك سجلان خفاض حد في نظرة الجمهور اليهودي بشأن مقياس الثقافة القيامية لدى قيادات الجيش الرفيعة حيث تراجع هذا المقياس من 71% إلى 55% في غدون عام واحد على أن أزمة الثقة هذه تزداد حدة في ضوء المعطيات عن التصرفات غير الأخلاقية التي يتعرض لها عدد كبير من المجندات واحدة من كل ثلاث مجندات في الخدمة الإلزامية عانت من تحرش جنسي على الأقل مرة واحدة في السنة الماضية ربع اللواتي يخدمنا في الشرطة وحرس الحدود تعرضوا لاعتداء جنسي وذلك وفقا لمعطيات جديدة نشرها مراقب الدولة هذه الأرقام والمعطيات سرعان ما حضرت في النقاش الإسرائيلي العام خبراء حذروا من أنه بناء على نتائج الاستطلاعات الأخيرة ينبغي وضع إشارة تحذير حادة للجيش الإسرائيلي تتعلق بالمعطيات المثيرة للقلق التي تعكس برأيهم أزمتان أعمق بكثير وبمشكلة جذرية إذ أن التأكل في ثقة الهمهور الإسرائيلي بالجيش يدل على أن الأمر لا يتعلق بموضوع عابر بل بشيء ما جوهري حذر رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع من نية إيران فيما سمه تعميق وتوسيع إمداد روسيا بأسلحة متقدمة وأشار إلى أن إيران تزيد من محاولاتها لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل ليقوم الموساد بقمعها كل يوم في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة نلاحظ خطوات خطيرة تشكل تهديدا بعضها استفزازي من جانب إيران فهي تتطرف وتزيد من محاولاتها تنفيذ هجمات إرهابية نقوم بكبحها كل يوم في جميع أنحاء العالم نحن نحذر اليوم أيضا من النوايا المستقبلية للإيرانيين التي يحاولون حفظها بشكل سري لتعميق وتوسيع تزويد روسيا بالوسائل القتالية المتطورة ونحن نحذر من نوايا توسيع مشروع تخصيب اليورانيوم ومن نواياهم الساعية إلى زيادة إلحاقهم الضرر بدول إسلامية صديقة في المنطقة بطرق مختلفة إلى ذلك أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريان الجيش الأمريكي يبحث عن تكنولوجيا جديدة لهزيمة المسيرات الإيرانية على حد تعبيره وخلال مؤتمر صحفيا عبر الهاتف قال أن إيران تعمل على بناء مسيرات أكبر حجما يمكنها أن تحلق لمسافات أطولة مع حمولات وصفها بالمميتة مشيرا إلى أن واشنطن تنظر إلى هذه المسيرات بالطريقة نفسها التي كانت تنظر بها إلى العبوات المتفجرة بدائية الصناع بان وجود قواتها في أفغانستان والعراق إلى ذلك رأت مجلة ناشنال انتريست الأمريكيان الموقف المعادي للولايات المتحدة تجاه إيران لن يؤتي ثماره بشأن ردع القادة هناك وضعت المجلة المسؤولين الأمريكيين إلى ضرورة أحياء مفاوضات الاتفاق النووي وحذرت من أن استمرار الاحتجاجات واختيار النظام الإيراني زيادة قدراته النووية بدافع الرغبة في البقاء سيفرض على العالم سيناريو تقوم فيه دولة غير مستقرة للغاية بتطوير أسلحة نووية بحسب تعبيرها هذه الظاهرة مستمرة وفيها بعض الفاصل طهران ترتدي حلة تعيدي ميلاد السيد المسيح ألمكم الجديد في الظاهرة من الميادين والتي نستأنفها من أخير تطورات الصراع الروسي الأطلسي أعلن الكراملين أن فكرة لديه عن خطة السلام الجديدة لفولاديمير زيلنسكي وكل ما قاله حتى الآن كان من دون مراعاة الحقائق الحالية المتحدث باسم الكراملين ديمتري بيسكوف قال أن سياسة الولايات المتحدة استفزازية واستعمارية إلى حد كبير ولفت إلى أن البلدين ليس على اتصال لتنظيم اجتماع بين الرئيسين لمناقشة معاهدة سلام بشأن أوكرانيا إلى ذلك أكد مسؤول في الخارجية الروسية أنه ليكون هناك أي تفاوض جدي حول الضمانات الأمنية من دون الاعتراف بالواقع على الأرض الذي حددته روسيا وقال رئيس أو المدير دائرة أمريكا الشمالية في الخارجية الروسية أليكساندر داتشياذ في تصريح لوكال التأس نشر اليوم أنه قبل أن يتوقف ضخل السلحة والمال لنظام زيلنسكي ويتم سحب عسكري ومرتزقة ومداربي أمريكا والنيتو وقبل أن يتم الاعتراف بالواقع على الأرض الذي حددته روسيا فمن السابق لأوانه بدوئي مفاوضات جدية حول الضمانات الأمنية فيما يتعلق بأوكرانيا والمنطقة الأوروبية الأطلسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد قال أن تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت إطالة لأمد النزاح وأكد أن روسيا ستجد مضادا لهذه الصواريخ وأشار في مؤتمر صحفي لأن الولايات المتحدة تشارك فيما يحدث في أوكرانيا منذ فترة طويلة ولفت إلى أن موسكو تسعى لإنهاء الصراع في أوكرانيا وهي تفضل أن يكون ذلك سريعا وأعلن أنه سيوقع الأسبوع المقبل مرسوما بشأن الرد على تحديد سقف لسعر النفط إن نظام باتريوت قديم نوعا ما وغير فعالا كنظام S300 ومع ذلك فإن أولئك الذين يعارضوننا ينطلقون من حقيقة أن هذا سلاح دفاعي حسنا سوف نأخذ ذلك في الاعتبار وسيجري دائما العثور على الترياق هدفنا ليس الصراع على الموازنة للصراع العسكري بل على العكس هدفنا إنهاء الحرب إلى ذلك زار وزير الدفاع الروسي سرقشويغو مدينة إجفسك لتفقد وحدات المجمع الصناعي العسكري وطاقة إنتاجها وتفقد خلال هذه الزيارة المنطقة العسكرية الجنوبية مجموعة القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة وذكر المكتب الصحفي لوزير الدفاع أن الرئيس الإدارة العسكرية الروسية سيتحقق من تنفيذ الطلبات الحكومية الخاصة بالدفاع وسيتفقد منشآت الإنتاج الخاصة بمنطقية كلاشنيكوف بهذه الأثناء وصل الجيشان الروسي والبيلاروسي تدريباتهما المشتركة في منطقة برست البلاروسية المحاذية للحدود البولندية وقد وردت المزيد من مشاهد هذه التدريبات التي تحاكي حرب شوارع وتطهير مباني من قوات معادية وشارت إلى أن القوات الإقليمية تضم من الجانب الروسي وحده نحو 9000 عسكر بالتوازي تواصل البحريتان روسيا والصينية مناوراتهما المشتركة لليوم الثالث على التوالي أذى ونشرت البحريتان مشاهد جديدة لهذه المناورات هذه المشاهد تشمل إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية في بحر الصين الشرقي وأشارت إلى أن الغرض الرئيسي منها تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهاتف من موسكو معنا مدير مكتب الميادين هناك سلام عبيدي سلام بارز موضوع الزيارات التي تجريها القيادات الروسية بين الأمس واليوم وزير الدفاع الروسي ومنتظر أيضا زيارة للرئيس الروسي لمنصانع عسكرية والتقاء مدراء لهذه المصانع العسكرية تفاصيل هذه الزيارات ودلالتها أيضا راميا في سياق الاجتماع الذي عقد مؤخرا برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قيادة وزارة الدفاع تم تحديد واستخلاص العبر من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يعني ما أنجز حتى الآن وكذلك وضعت خطط للمستقبل على أقل تقدير للمرحلة القريبة المقبلة على المدى القصير والمدى المتوسط لذلك يعني بعد أن استمع الرئيس بوتين إلى التقارير ليس فقط العسكرية وإنما أيضا من قبل الخبراء المختصين بالتصديع العسكري يبدو واضح أن روسيا تحتاج إلى أن تجري ربما بعض التعديلات ربما زيادة إنتاج بعض الأنواع من الأسلحة وخاصة الذخيرة يعني على سبيل المثال زيارة شيغو إلى مجمع كلاشنيكوف في إيجيفسك هذا المجمع لا ينتج فقط الأسلحة النارية وإنما أيضا يقوم بإنتاج الذخيرة بما في ذلك عالية الدقة والذكية وهذا ما تحتاجه روسيا لأنها تقوم بعملية عسكرية تستخدم فيه على نطاق واسع الأسلحة الذكية والذخائر والصواريخ عالية الدقة فلذلك سواء كان زيارة وزير الدفاع أو أيضا الزيارة المنتظرة للرئيس الروسي فلاديمير قوتين اليوم تصب في هذا المجرى وهو توفير كل ما تحتاجه القوات المسلحة الروسية لإتمام وإنجاز العملية العسكرية الخاصة بالطريقة التي تريدها موسكو بالطريقة التي تريدها القيادتان السياسية والعسكرية وأيضا بمثابة رسالة سواء كان للخصم الأوروأطلسي أو رسالة لأسواق السلاح العالمية بالمناسبة كانت هناك تقارير تشير إلى أن هناك طلب متزايد على الأسلحة الروسية بعدما قدمت من أداء في ساحة المعركة في أوكرانيا لذلك كل هذه الأمور يضعها الرئيس الروسي والقيادة العسكرية الروسية محط أنظارهما ولذلك يتفقد الوزير ويتفقد الرئيس هذه المصانع لتوفير كل ما تريده القوات المسالحة الروسية كما قلت لإنجاز العملية العسكرية التي تريد موسكو أن تحققها في أقرب فترة ممكنة كما قال الرئيس بوتين وبالحديث عن الرسائل وأيضا عن جودة العتاد العسكري الخاص بروسيا قللت موسكو من أهمية تزويد واشنطن لكييف بصواريخ باتريوت واعتبرت بأنها قديمة الصعن لكن هناك معطيات جديدة يفترض أن تتعامل معها موسكو وأسألك عن المقاربة في الميدان مع هذه الوقائع الجديدة بما فيها توسيع دائرة دعم كيف دي الأسلحة والحديث أيضا من جديد على مبادرات تقدم لسيما بعد زيارة الرئيس الأوكراني لواشنطن والتقائه الرئيس الأمريكي رامي القيادة الروسية والرئيس بوتين تحديدا يعتقدان بأن في النهاية روسيا ستحقق الأهداف التي وضعتها وضخ السلاح إلى أوكرانيا من شأنه فقط أن يطيل أمد هذه الحرب لكنه لن يغير مجرأها والرئيس بوتين البارحة قال أنه عمليا نضب احتياط السلاح السوفيتي الذي كان متوفر لدى أوكرانيا وكذلك السلاح السوفيتي الذي تم جلبه من دول المعسكر الاشتراكي سابقا يعني عمليا هذا السلاح انتهى والآن الغرب يقدم لأوكرانيا نماذج محدودة من الأسلحة الغربية وبأعداد محدودة جدا الرئيس بوتين قال بمعنى أن الأمور هناك بدأت تتصفر فيما يتعلق بخزين السلاح لدى أوكرانيا هذا يعني أنه في النهاية سيضطر الجانب الأوكراني والغربي إلى الجلوس إلى طافلة المفاوضات ولكن بالشروط التي تريدها موسكو ويعني بما ينسجم مع الحقائق الجديدة التي تسجل على الأرض يوميا يعني نحن نتحدث الآن عن جبهة متحركة وهذه الجبهة تتحرك ليس في صالح أوكرانيا وليس في صالح الغرب وإنما في صالح روسيا هناك تقدم يومي على جبهة القتال ويعني الأسرار الروسي بما في ذلك هذا ما نراه اليوم يعني من إمكانيات الاستمرار في تزويد الجيش الروسي بأحدث المعدات العسكرية والذخائر هذا يعني أن هذه العملية ستستمر الرئيس الروسي يريدها أن تكون سريعة وتنجز كافة مهماتها في أقرب فرصة ولذلك يعني موسكو مستعدة للتفاوض ولكن يجب أن يكون هذا التفاوض مبنيا على أسس تلك الضمانات الأمنية التي أرادتها موسكو وليس كما يريد أو يفكر الغرب وخاصة واشنطن متى ما كان الغرب مستعدا للتفاوض مع موسكو على الضمانات الأمنية التي وضعتها في نهاية العام الماضي وأيضا التسليم بالحقائق الجديدة على الأرض موسكو ستكون مستعدة لذلك روحة من المعلومات والمعطيات وفيتنا بها سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو من العاصمة الروسية شكرا جزيلا لك عليها في المقابل قرى مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الميزانية الفيدرالية التي تتضمن 45 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا ومن المقرر عرضها على التصويت في مجلس النواب خلال الساعات المقبلة حيث يتوقع اعتماد هذا القانون الذي يتضمن 1700 مليار دولار من دون مشكلات في مجلس النواب من أجل تجنب شالة لمؤسسات الدولة بدءا من مساء اليوم في هذا التصويت صوت بنعم 68 عضوا وصوت بلا 29 وبمجب ذلك فقط تخط عدد المصوتين بنعم العدد المطلوب لاعتماد الاقتراح وهو 60 عضوا من أعضاء الكونغرس قال جيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر قبلة ساحلها الشرقي هذا الإطلاق هو الأحدث في سلسلة من اختبارات الصواريخ لهذا العام وقد أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين متوسطي المدى قبلة ساحلها الشرقي وصفة ذلك بأنه اختبار مهم لتطوير برنامج قمر صناعي للتجسس بحسب ما أعلنت قيادة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني صوتت ما تسمى الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة الفنزويلية ضد تجديد ولاية المعارضة الفنزويلية خوان كويدو لمدة عام آخر وجاء ذلك بعد أربع سنوات من استفاف واشنطن والغرب خلفه في محاولة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو التصويت ضد كويدو جاء بحسب مشرعين بعد فشل استراتيجيته في عزل مادورو على الرغم من الدعم الدولي الواسع والضغط على الحكومة في كاركاس وبسبب انقسام المعارضة بدأ بره اعتبر كويدو خلال الجلسة عن الفائزة الوحيدة مما حصل هو الرئيس مادورو الذي قال انه نجح بتقسيم المعارضة الفنزويلية الى باكستان حيث ودى تفجير صباح اليوم لمقتل شخصين في العاصمة اسلام اباد ووفق مراسلنا فان شرطيا اوقف السيارة عند نقطة تفتيش ليقوم سائقها بتفجيرها فقتل الشرطي والسائق فيما ذكر بيان للشرطة الباكستانية ان التفجير اوقع اربعة جرحاء من الشرطة كان عناصر الشرطة يركبون دراجة نارية عندما اعترضوا سيارة مشبوهة وكانت سيارة اجرى لاحقا فجر انتحاري نفسه داخل السيارة قتل الانتحاري على الفور في الانفجار فيما استشهد شرطي واصيب اربعة من رجال الشرطة هم الان في المستشفى كما جرح مدنيان في الانفجار في العراق ثمن رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني الدورة الايطالي في اطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش واكد تطلع بلاده الى تفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع ايطاليا وخلال استقباله نظيرته الايطالية جورجيا ميلوني في بغداد اكد السوداني الرغبة الجادة في تنمية العلاقات الجديدة القائمة على التعاون مع ايطاليا في مختلف المجالات من جهتها اكدت ميلوني ان زيارتها الرسمية للعراق تمثل بداية للعلاقات المتميزة معه وانتقدت الاعتماد الاوروبي المفرط على الولايات المتحدة في مجال الامن والاعتماد على الصين كبديل لروسيا نداء استغاثة من صنعاء الى المنظمات الدولية مع قرب نفاذ ادوية الفشل الكلوي وكانت وزارة الصحة قد ناشدت الامم المتحدة منذ اشهر بشأن توفير ادوية الفشل الكلوي للعام 2023 من دون ان تلقى استجابة ما يهدد الاف المرضى بالموت اذا توقفت جلسات الغسل الكلوي احمد زبيبا الالاف من مرضى الفشل الكلوي سيفقدون الادوية الخاصة بهم نهاية العام الحالي مناشدات مستمرة لتوفيرها من قبل المنظمات الدولية بعد منع دخولها عبر ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولية من قبل التحالف السعودي على اسرة الغسل الكلوي هنا في مستشفى الثورة بصنعاء ينتظر هؤلاء المرضى مصيرهم بعد اعلان وزارة الصحة اليمنية قرب نفاذ الادوية الخاصة بغسل الكلاء نهاية هذا العام فالمرضى يشكون نقص الادوية وانعدام اكثرها ما فاقم من حالتهم الصحية اقصر في الاسبوع مرتين ومن ناحية الادوية لا يوجد الادوية على الادوية صفر في المية لا يوجد الادوية ولا يوجد الناحية اجدت المعاناة من العلاجات والادوية والمحالة للغسل محالة للغسل التي نحتاجها البيكرت واذا ادتنا شبه منتي مقربة صلاحية وجودها منخفضة جدا ورديئة يستقبل هذا المركز في صنعاء نحو 170 حالة مصابة بالفشل الكلوي على اجهزة الغسل يوميا ومنذ نحو شهر والمركز يعتمد على ما يمتلكه في مخازنه الخاصة من المحاليل التي باتت على آخرها بعد نفاذ مخزون وزارة الصحة اليمنية في صنعاء نستقبل تقريبا في اليوم 170 إلى 175 حالة الحالات المنتظمة مع حالات الطوارئ والحالات التي تقوم من المرحضات الثانية بالفترة القدران تقريبا شهر بيبلغونا في الوزارة لماذا معنا أدوات فقاموا لنا من أكثر من المراكز احتياج طارئ للمحاليل الطبية الخاصة بالغسل والتي يجب أن تتوافر خلال الأسبوعين المقبلين لإنقاذ حياة أكثر من أربعة آلاف مريض بالفشل الكلوي لسنا قادرين على شراء أي من هذه المحاليل ولا المنظمات إلى الآن وفرت أو بدأت بإجراءات شراء أي منها وهذه فعلا كارثة إنسانية يحتاج مرضى الفشل الكلوي إلى أكثر من أربعمائة ألف جلسة خلال العام 2023 على أقل تقدير وتحذيرات من توقف هذه الجلسات على نحو كامل أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين الآن إلى مجازة الاقتصاد في ظاهرة اليوم مع الزميل عبدالله داهر مرحبا بك عبدالله مرحبا راميا من تفاعلات الموقف الروسي مع تحديد سقف سعر النفط لها برفض تزويد من يلتزم بهذه الآلية إلى القبول الذي نراه من عديد من الدول بآلية التسعير بالروبل كينيا اليوم أعلنت أنها سوف تستعمل بطاقات مير الروسية المسبقة للدفع لشراء النفط والغاز الروسي لكن المهم راميا هو أن روسيا أثبتت جدواها وأثبتت قدرتها وقوتها ببايع نفطها وغازها بالروبل هذا ما عزز العملة الروسية مقابل اليورو والدولار متابعة هذه التفاصيل وغيره مرحبا محمد وأماني أهلا بكم أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا ستحضر إمدادات النفط إلى الدول التي تمتثل لصقف الأسعار وموسكو مستعدة لخفض الانتاج وأشار نوفاكي لأن روسيا سترد على قرار فرض صقف للأسعار من خلال حظر توريد النفط والمنتجات البترولية للدول والكيانات القانونية التي ستمتثل لهذا الشرط في العقود ولفت إلى أن موسكو مستعدة لخفض الانتاج والذي يمكن أن يراوح بين 5 و 7% قال السفير الكيني لدى روسيا بنسون أوغوتو إن كينيا مستعدة للنظر في إمكانية استخدام نظام الدفع الروسي مير وفي الآليات البديلة الأخرى لتسهيل التجارة مع موسكو وأضف أن كينيا ستكون مستعدة لمناقشة استخدام نظام الدفع مير إذا قدمت روسيا مثل هذا المقترح مضيفا أن على الدولة الأفريقية أن تدرس جميع الخيارات لافتا إلى أن كينيا تستكشف جميع البدائل الممكنة حتى يستمر التعاون الثنائي مع روسيا نفذ عمال البريد الملكي إضرابا جديدا في بريطانيا مطالبين بتحسين الأجور وظروف العمل وسيؤدي الإضراب إلى تعطيل تسليم الهدايا وبطاقات المعايدة في خطوة أوصفت بالصفعة الجديدة للشركة ولتجار التجزئة الذين يعتمدون على المبيعات خلال فترة الأعياد ويأتي هذا الإضراب استكمالا لسلسلة طويلة من الإضرابات تعم مناحي الحياة كافة في بريطانيا وتشمل قطاعات الصحة، المواصلات، التعليم، الخدمات العامة والخدمات التجارية وغيرها أعلنت الحكومة الألمانية تأميم شركة الطاقة يونيبير بعدما منح الاتحاد الأوروبي موافقته لإنقاذ هذه الشركة وتتضمن حزمة الإنقاذ الأولية زيادة في رأس المال قدرها ثمانية مليارات وخمسمائة مليون دولار على أن تخفض الحكومة الألمانية حصتها إلى خمسة وعشرين في المائة وسام واحد عام الفين وثمانية وعشرين وتسعى ألمانيا إلى توسيع نفوذها وتدخلها في قطاع الطاقة بعد الأزمة الناجمة عن العقوبات على روسيا أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارات الإيراني رضا فاطمي أمين أن نمو الإنتاج في قطاع الصناعة بلغ 4.9% في الأشهر الستة الأولى من العام ولفت فاطمي أمين إلى أن عدد العاملين في الوحدات الصناعية والمنجمية في إيران يبلغ أكثر من ثمانية ملايين شخص وأن الشركات الصناعية المدرجة في البورصة حققت نموا في الإنتاج بنسبة 6% واعتبر أن الحلة لتجاوز التضخم يتمثل في زيادة الإنتاج ما يؤدي إلى توازن العرض والطلب وانخفاض الأسعار في نهاية المطاف في الخبر الأخير أكد وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية ارتفع إلى 4 مليارات و300 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام تصريح نباتي جاء على هامش منتد الأعمال والاستثمار التركي السعودي حيث دع المستثمين السعوديين إلى الاستفادة من الفرص في الأسواق المالية في تركيا على غرار نظرائهم الدوليين وأكد أن قطاع التمويل يعد من أبرز الجوانب المتطورة في العلاقات التركية السعودية نختم هذه الضغيرة من أجواء عيد الميلاد الذي يستعد فيه العالم للاحتفال به يوم الغد سنبدأ يا محمد من إيران حيث ارتدت شوارع العاصمة طهران حلة العيد وسط مشاهد احتفالية وسمت شوارعها ومحالها وتنانوا مظاهر العيد في موسم الأعياد استحسان جميع الإيرانيين الذين تدفقوا بمختلف امتماءاتهم على المتاجر لشراء زينة العيد الدين والجنسية لا يؤثران حقا في جاذبية هذا الاحتفال نسعد بأن يشاركنا أصدقاؤنا المسلمون الإيرانيون بوضع أشجار الميلاد والاحتفال سويا لدي جيران من الأرمن نريد أن نرى سعادتهم وأن نكون معهم ونشعر بفرحهم احتفالات رأس السنة الجديدة لها مشاعر طيبة دائما سواء كانت رأس السنة الهجرية أو رأس السنة الميلادية الفعاليات التي سبقت الاحتفال بعيد الميلاد تنوعت أشكالها في العالم فمن متسلق للمباني حينا وغاطس تحت البحر حينا آخر طرق مختلفة ظهر فيها بابا نويل حول العالم في احتفاليات عيد ميلاد السيد المسيح في هذا العام ففلوريدا فيها غاصة بين أسماكن محمية فلوريدا كيز البحرية الوطنية مستمتعا ببعض الاسترخاء وسبح إلى جانب مجموعات مختلفة من الأسماك ومظاهر أخرى للحياة البحرية بينما في تايلاند كان يقوم بدوره المعهود لكن بمساعدة قطيع من الفيلة بدلا من الغزلان أوزع الهدايا على نحو ألفين طالب في أثناء مشاهدين تصدى رجال الإطفال المهمة تسلقوا بلباسي بابا نويل طبقات مستشفى الأطفال الرئيسي ووزعوا الهدايا على مرضاه في مهمة إنسانية هذه المشاهد الجميلة جدا ننهي هذه الظهيرة نتمنى أعياد مجيدة للجميع من المشاهدين وأيضا زملائنا ميلاد مجيد للجميع وللمزيد مشاهدين الكرام من الأخبار والتقاري تفضل بزيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نات اللغات العربية والإنكليزية والإسبانية إلى اللقاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر